موسيقى 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 مشاهدين الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أسعد الله وقاتكم بكل خير حياكم الله مشاهدين الأكارم بحلقة جديدة من برنامجكم برنامج ديوان الصحافة من خلال هذا البرنامج بإذن الله تعالى مشاهدين الكرام راح نتعرف على أبرز وأهم عنوين وأخبار صحفنا وجرائدنا المحلية اليوم طبعا مشاهدين الكرام يوم الثنين يعني العنوين تعددت وإن كان الأبرز أمانة كانت لجان مجلس الأمة يعني على المسؤول البرلماني اليوم اللجان هو اللي شقاله اليوم اللجل الإسكانية كان هناك اجتماع أعتقد أنه مهم جدا يعني حضر وزير الإسكان وحضر كذلك وزير الكهرباء ووزير الأشخال خرج علينا النواب بتصريحات بأن هناك يعني تغريبا كما قالنا بعدنا بالصمد هناك أربعة آلاف قسيمة وبيت سيتم توزيعها خلال العام الحالي وهذا أعتقد جاهزة طبعا للتوزيع وأعتقد أن هذا تراجع يعني عما قالوه سابقا بأن كل سنة راح يوزعون 12 ألف تذكرون قالوا هذا الكلام وأنا تحديت أمانة من هذا البرنامج أن الوزارة قادرة على توزيع 12 ألف وذكرنا بأنه كان أقوى وأعلى وأقوى يعني توزيع كان ثلاثة آلاف يعني مر على تاريخ الإسكان وبالتالي 12 ألف شيء غريب جدا لأنه لا يوجد على الأرض الواقع أي بيوت حكومية جاهزة للتوزيع بهذا العدد ولا توجد حتى أراضي جاهزة كبنية تحتية للتوزيع إلا اللهم إذا كان عن طريق المخطط عن طريق المخطط يمكن أن توزيع 100 ألف ما في مشكلة لأن توزيع أوراق فقط لا أكثر ولا أقل والناس تنتظر وبالتالي يوم تصريحات عدنا من صمد قاعد تؤكد بأن الوزارة أو مؤسسة الرعاية لديها أربعة آلاف وهذا أعتقد لتابع الأخبار وتابع التصريحات وهذا برنامج من أكثر البرامج لتابع التصريحات لأنه يوميا قاعد نغرى الصحف ونربطها في تصريحات سابقة وهذا هو الهدف من البرنامج يبدو أن هناك تراجع في هذا الجانب عموما تصريحات كانت كثيرة لس كانت استلمت مشروع المطلع وفيه يعني راح تقريب 12 ألف وحدة سكنية طبع استلموا الأراضي فقط ولحد الآن ما فيه بني التحتية ولم يتم يعني تجهيزها لتوزيعها كقسام فقط استلام الأرض كما تقول بالإضافة أن وزارة الكهرباء طلبت يعني اطلاق يذهب ببناء محطات الكهرباء لأن القانون يعني يضع هذا الموضوع ضمن لجنة المبادرات هم يعني المسؤولين عن طرح هذه المناقصات موضوع المحطات الجديدة لكن أعتقد طلب وزير الكهرباء يفترض أن يكون هناك مرونة حتى نعطي مجال وزارة الكهرباء أن تبني محطات كهربائية ومحطات لتحليل المياه حتى يعني نواكب التوسع الكبير العمراني عموماً مثل ما قلت مشاهدة الكرام موضوع اجتماع اللجنة الإسكانية هي الأبرز اليوم بقية اللجان ماكو شي يعني اليوم هدو لكن هذا الموضوع اليوم هو اللي أخذ حيز كبير ومثل ما ذكرت لكم راح نتوقف على موضوع تصريحات النائب عدنان عبدالصمد اللي ذكر بين 4 ألاف وهذا اللي أكد كلامنا أمانة يعني أنا مراراً وتكراراً تحدينا في هذا الجانب لا يوجد 12 ألف وحدة سكنية يعني مجرد بيع الوهم اللي قاعد يقولونها مؤسسة الرعاية اليوم تأكد لنا من خلال تصريح النائب عدنان صمد واجتماعه بالمسؤولين في مؤسسة الرعاية وعلى رأسهم الوزير هذه تقريباً مشاهدي الكرام هي يمكن أهم شيء حدث في البرلمان لكن هناك حدث آخر اليوم يعني لجنة التحقيق في قضية الزور يعني الغانم طالب النائب العام 17-14 قيادياً هناك 14 قيادي للتحقيق في موضوع الزور اللجنة طلبتهم لكن يبدو أنهم ما احضروا لكن أعتقد أن هناك يعني صلاحية لمجلس الأمة بأن يستدعي القياديين عن طريق النائب العام يعني هناك صلاحية لمجلس الأمة أن يستدعي أي قيادي في الدولة ويأتي مخفوراً ويبلغ النائب العام ويتم القاء القبض عليه ويسلم ويعني يجباراً على الإدلاق بشهادة إذا هذا كان طبعاً قيادي في الحكومة قيادي في الحكومة يعني تحس سلطة مجلس الأمة إذا طلب فيه موضوع التحقيق إذا كان هناك لجنة التحقيق أي قيادي يجب عليه أن يحضر ويدلي بشهادة ولا يمكن أن يسمح له بالامتناع إلا إذا طبعاً كان خارج القطاع الحكومي هذا شيء آخر هذا بالخيار بالنسبة لي يحضر أو ما يحضر هذا الأمر خاص فيه لكن في موضوع القيادين الحكومة يعني قصباً عنه سيحضر واليوم أعتقد مرزوق الغانم طلب النائب العام استدعى 14 قياديين بالإجبار يعني إذا ما هم جايين بالطيب راح يجيبهم النائب العام بالإجبار ويحضرون إلى لجانة التحقيق ويدلون بشهادتهم هذه طبعاً من ضمن الأمور اللي اليوم أعتقد فيها يعني تطور مهم جداً ولافت للنظر في موضوع مجلس الأمة بقية الأخبار يعني متنوعة يعني مختلفة لو لا لجان مجلس الأمة اليوم أعتقد ما كان فيه حدث كبير جداً يعني الأمور هادية جداً شيء يعني غير متخيل وغير متصور شون الأسباب الله العالم قد يكون الهدوء الذي يسبق العاصبة الله العالم لا كل الأمور على المستوى السياسي هادئة ما دي الربع قاعدين يهدون أو هناك مفاجآت في المستقبل كل الأمور متوقعة عموم المشاهدين الكرام تغريباً كانت هي هذه هي أبرز ملامح العنوين المهمة في صحفنا المحلية هناك طبعاً راح نشوف عنوين كثيرة متنوعة متفاوتة بعض العنوين هم شيقة ومضحكة راح نشوفها راح نقراها ونحاول بقدر الإمكان أن نتوقف لدى الأخبار اللي يتهم المشاهد اللي بدنا تعال نجتهد ونعتقد بأنها تهم المشاهد خلونا الآن مشاهدي الكرام نذهب بجولتنا لصحفنا المحلية ونقرأ جميع صحفنا المحلية اليوم الاثنين ونبدأ بأول صحيفة نشوف الشاهد ونشوف عنوين الشاهد اليوم الاثنين عنوان الشاهد الغانم يطلب من النائب العام استدعاء أربع تعش قياديا للتحقيق بغضية الزور رفضوا حضور جلسات اللجان البرلمانية الصبيح اتهم الوزارة بالعمل بشكل منفرد لائحة مختبرات الأغذية الخاصة تشعل حربا بين الصحة والبلدية وشائعات صفقة تجنيس البدون بدولة عربية تحرك لجهة الداخلية أعضاؤها سيبحثون أبعاد هذه التطورات الإبراهيم مؤشر الكهرباء وصل مرحلة الخطر الحريجي كتلة سلفية برلمانية بأجندة وطنية مؤكدا أن المجلس مستمر ولو بوادر ولا بوادر الحل قناة لهندسة الطرق على اليوتيوب وأربع زوجات الكويتين يحملنا الإيدز العبيدي عراقية وإيرانية وتايلندية وروسية إيراني هرب من السارية بعد اكتشاف إصابته بالمرض التشريعية ثلاث سنوات مدة مجلس هيئة الاستثمار قابلة لتجديد مرة واحدة أربعمية وخمسين مليون دينار خسائر خمسة وثلاثين شركة في خمس سنوات بسبب ضعف الرقابة واستهتار مجالس الإدارات الكويت تشارك فيه تمرينات الأسد المتأهف في الأردن ضمن قوات من أربع عشرين دولة انزلاق السفير المصري بسبب إرهاق الانتخابات والصالح إعادة دراسة الدعم هدفها إصاله للمستحقين الشاجي لا إصابة بالكورونا في الحالتين المشتبه بهما والسجن عشر سنوات لـ 126 من مؤيدي مرسي الداخلية خطة أمنية وتكثيف الدوريات أمام المواقع الحيوية والتربية تدرس الاستعانة ببعض القياديين المتقاعدين كمستشارين الصبيح نجتهد للتنفيذ الربط الآلي بين الشؤون والمرور والفهد لا نتدخل في عمل الأجهزة الفنية والسفير المصري تدخل لإنقاذ زوجين من الطلاق خلال التصويت المصريون السيسي أنقذنا من سطوة الأخوان وأخيرا السومة سوء الملاعب وغياب الجمهور تتسبب برحيل عن القادسية هذه مشاهدين الكرام هي أبرز عنوين جريدة الشاهد طبعا مثل ما قلت لكم مشاهدين الكرام موضوع الغانم يطلب من النائب العام استدعاء 14 غياديا هو اليوم الأبرز دعا رئيس مجلس الأمم رزوج الغانم وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وزير العدل بالوكال محمد العبدالله لمخاطبة النائب العام لاستدعاء 14 شخصية ذات صلة بمشروع محطة الزور بعد امتناعهم عن حضور اجتماعات لجلس التحقيق البرلمانية واعتراف وكيل وزارة الكهرباء بعجزه عن إحضارهم وقد أكدت لجلس تقصي الحقائق لمحطة الزور أنها تسلمت أمس جميع المستندات المطلوبة من قبل وكيل وزارة الكهرباء الذي اشار إلى أنه مفوض من الوزير بالتوقيع على عقد محطة الزور وفي ضو ذلك طبقت اللجنة المادة التسعة من اللائحة بمخاطبة وزير العدل الاستدعام عن طريق نيابة العامة ووضحت اللجنة أنها ستعقد اجتماع لأسبوع المقبل سيحضر ممثل ديوان محاسب للإضافة المستشارين والوكيل المساعد للشؤول القانونية وزارة التجارة ومحافظة بنك المركزي لاستكمال التحقيق وأشارت إلى أنها عازمة على تقديم التقرير النهاي قبل نهاي دور العقادة الحالي وأن عدم حضور المطلوبين اللجنة دليل عجزهم عن الدفاع عن موقفهم طبعا عدم حضورهم هذا يضع على ما استفهام شنو السبب الله العالم لكن الشيء الجميل أمانة أنه فعلا هناك لاحة داخلية من المجلس الأمة تعطي الحق باستدعاء أي قيادي ويعني بإجبار بالحضور أي قيادي في الدولة لجان التحقيق يعني لديها الصراحية بأنها يعني تستدعي هذا القيادة ويحضر مخفورا عن طريق الناب العام يتم القاء القبض عليه إذا ما حضر ويأتي إلى اللجنة وبالتالي يعني سيأتون بطيب خاطر أنا متأكد لأنهم لن يعني يرضون لنفسهم الجرجرة ويتم القاء القبض عليهم وإيطاءهم بشكل يكون مريب لكن أعتقد أن هذا تهديد مبدئي لكن هذه جراءة سليمة نهاي بالعام من العام سيخاطب هؤلاء التسع قياديين إذا لم يحضروا بالتأكيد سيتم يعني إحضارهم مخفورين إلى مجلس الأمة وإلى جان التحقيق وهذا من ضمن الصلاحيات مشاهد الكرام الموجودة لجان التحقيق في مجلس الأمة ونادرة ما تحدث يمكن قليل جدا ما حصل هذا الحادثة المجلس هذا يحصل وفعلا يعني شيء جميل جدا أن تكون الصلاحيات بهذا الشكل لمجلس الأمة يمكن كثير من المواطنين لا يعلمون دعاء أي قيادي لكن عدم حضور هؤلاء القياديين هم يعني أمانة النظة على الماستفهام لماذا عدم حضور لجنة التحقيق لا يتحقق في الموضوع محطة الزور لماذا التجاهل ولماذا عدم الحضور هذا علامة استفهام أعتقد هؤلاء القياديين سيتم يعني الآن الناس رح تركز عليهم والكل رح يتابع هذا القضية وأعتقد قبل يمكن الناس لو جوا يحضروا ما حدروا عنهم يعني أساسا الآن الكل رح يعرف أساميهم والكل رح يشكك لماذا لم يحضروا والكل رح يتابع هذا القضية ورح تكبر أكبر أكبر فأنا وجدت نظر لو كانوا حاضرين طالعين ومدلين مشالاتهم كان أفضل لهم من يعني هذا البهذلة والجرجرة ويعني قد يكون فيها حتى تشوي سمعة في هذا الجانب عموما هذا الموضوع موضوع آخر لائحة مختبات الأغذية الخاصة تشعر الحرب من الصحة البلدية اتهم مدير البلدية أحمد الصبيع وزارة الصحة باتخاذ قرارات منفردة فيما يخص المختبرات الأهلية بفحص الأغذية دون الرجوع البلدية وهما يهدد بمدأ التعاون أي تعاون كل واحد يشتغل بروحها الصبيع قال في كتاب لرئيس المجلس البلدي حصل الشاد على نسخة منه أنه لم يتم حتى الآن اعتماد على أي مختبات الخاصة من البلدية لفحص وتحليل المواد القذائية بهدف الإفراج والتداول لأنه تم تشكيل لجنة لوضع اللي سترحط لي لجنة ولجنة وراء لجنة وما رح نخلص يعني موضوع حتى المختبرات الأغذية اللي من سنين من أكثر القضايا التي طرحتها الصحافة الكويتية وانتقلت فيها بلدية الكويت عدم وجود مختبرات يعني متطورة في هذا الجانب وقالوا حنعمل وحنعمل ولحد الآن شكل لجنة ولجنة تدرس الصبيع يا حبيبي خلص لجانك وإذا خلص لجانك ودرست وعدلت هذه الساعة تهم وزارة الصحة بأنها عدم التعاون لأنه للأسف الخمال منكم انتم بالأساس بلدية الكويت كما قاسموا ولمين حفظ الله يعني الفساد موجود فيها لما تشيل البعارين والدليل مختبراتكم من سنين قلتوا حنعمل وحنعمل وحنعمل ولا زالت المختبرات يعني مكانك راوح والآن بتشكلوا اللي جان عشان تضعون الشروط الفنية وينكم كل سنين هذه وين يعني يفترض موضوع أنه شكلت لجنة وحطت لشراطة فنية هذا موجودة من 20-30 سنة لا من 50 سنة بعد من أيام الستينات المفروض أنت حطيني شروط هذا للمختبرات مو اليوم 2014 بتحطوه لشروط حق المختبرات ما حقا يبحط لشروط حق المختبرات إلا التسويف وتطويل في المسألة وكل واحد يقول والله الوزارة الثانية غير يعني منسخة معنا وهذا مشكلتنا بالأمس ذكرت مشاهدي الكرام أن كل وزارة تعمل لوحده ذكرنا موضوع دوال الخدمة المدنية ومراسلاتها حق جامعة الكويت والتطبيق على موضوع التخصصات اللي محتاجينها سكروا بعض التخصصات لكن بعض الدكاترة في الجامعة التطبيقي لأن لديهم شعب ويستفيدون من هذه الشعب الدراسية رفضوا وما لقوا بال دوال الخدمة المدنية قلنا بأن هذا الأمر يدلك بأن للأسف كل جهة حكومة تعمل لوحدها وين مجلس الوزراء لماذا مجلس الوزراء هذا الأمور كيف يسمح بهذا الشكل أن كل جهة تعمل لوحدها وما ترد على الجهة الثانية هذا هو اللي حاصل العمل الفردي هو اللي قاعد يضيب ما في عمل مؤسسي ما في عمل مؤسسي بين وزارات الدولة والجهات الحكومية في الدولة هذه هي المصيبة والتي تعاني منها الدولة أعتقد على مجلس الوزراء فعلا أنه يعيد النظر في هذا الجانب لماذا كل جهة تعمل لوحدها ولماذا كل جهة تخالف في الجهة الأخرى ولماذا هذا يعني التعارض والعناد اللي حاصر بين الجهات وكل واحد والله حاط له كأنه عزبة وملك خاص فيه وبالتالي ينفذ لبيه لا أنت كقيادي قصبا عنك أنت ضمن منظومة حكومية ضمن مؤسسة حكومية كاملة يجب أن تعمل ضمن هذه المؤسسة والله هذه وزارة غير وزارة غير لا هذا الكلام مصحي هذا بالنسبة للموظفين لكن بالنسبة لقيادات لا أنت قياديين تعملون ضمن منظومة وحدة نظام مؤسسي واحد مجلس الوزراء وهذه الوزراء هي تكمل كلها تعمل للنهضة في هذا البلد وبالتالي الكل يعمل مع بعض هذا النظام المؤسسي والجماعي العمل الجماعي هذا بالنسبة لقيادات إذا القيادات تقول هذا الكلام فما بالك الموظفين يعني شو يسوون يعني وبالتالي يفترض إذا القيادي ما عنده هذا الإيمان أنه قاعد يعمل ضمن نظام مؤسسي وضمن الجماعة إذن على وزارة الدولة السلام أعتقد مجل الجرام مطالف فعلا تطرح في هذا الجانب خلونا مشاهد الكرام نذهب إلى صحفنا الأخرى نذهب إلى القبس ونكمل المشوار منشطات وتخسيس تؤدي إلى الوفاة الأدوية المغشوشة التي كشفتها الصحة اشتباه في إصابتين بكورونا والتحاليل مطمئنة أنوان آخر السئناف الاحتداء على الحريات بحجة السلطة التقديرية ممنوع رفض تظلم الوطن وعلم اليوم من الإغلاق سرقة 13 محولا كهربائيا زيادة زيادة المعاشات التقاعدية هذه اللجنة تشريعية درستها طبعا ورقاب الإسلامية على صندوق التنمية العربية والنصف الإسكانية تناقش قانون الإسكان الحكومي أول يونيوم التصويت في الانتخابات التكميلية يدويا سهلاك الكهرباء على مؤشر الخطر هدر الميام السمر والإبراهيم سنحاسب المتسبب إبعاد المصريين المنظمين لمسيرة هذه تغريبا مشاهدين الكرام هي أبرز عنوين جريدة القبس طبعا من أبرز الأخبار الموجودة في القبس مشاهدين الكرام سرقة 13 محول كهربائي تمكن مجهولون من سرقة معدات تقدر ب700 ألف دينار من 13 محول كهربائيا في مناطق متفرقة بالأحمدية وتقدم سرقة كهربائي ببلاغ إلى مخفر رقة أمس بالحادث فجرى توجيه رجال أدلة الجنائية لرفع البصمات ومن جهة أخرى رجال جمارك المطار ليلة الماضية القبض على وافد سوري بحجرة 100 ألف حبة مخدرة نرجع لموضوع الكهرباء سرقة معدات كهربائية 13 محول قيمتها 700 ألف دينار للأسف الشديد مشاهدين الكرام احنا ذكرنا أكثر من مرة في الموضوع هذا طبعا معروفين يعني اللي قاعد يسرقون للأسف هناك جالية أسيوية وهناك بعض ضعاف النفوس للأسف شقالين الآن أسلاك النحاس الكهرباء يسرقونها مناهيل الموجودة في الشوارع مناهيل المجارة أكرمكم الله قاعد تسرق يوميا تسرق يعني أشكر عينك عينك شديد من الأسيوين الأرصف الموجودة في الشوارع اللي قاعدين يرصفونها بعض الشركات اليوم يسوونها بعد أقل من أسبوعين نفس الشركة العمال موجودين من الشركة يأخذون هذا الطابوق يبيعونه بالسكراب هذا الأمر موجود لكارنة شو الحل الحل مشكلة مشاهد الكرام أن هناك شركات ومصانع موجودة في أمغرة موجودة كذلك أعتقد في الشعيبة تأخذ من كل من هب ودب يجبوا قال الله عندي نحاس تعالي يأخذونه وزن يعطونه فلوس عندي حديد طيب هذا واضحنا سارق لكن مصانع قاعد تشري شيء رخيص من صلحتها ما يهمها والله جاني واحد وكلوا قاعد يبون معروفة جنسية وحدة قاعدين يبقون الحديد والنحاس والألمنيوم والأمور هذه كلها ويودونها للشركات وقلنا هذا دور وزارة التجارة والصناعة أن تكون هناك رقاب على جميع هذه المصانع تعال عندك قاعد تجيب لي نحاس من أين جايبة عندك بيت طلع لأي مكان مثل الآن يعني مواطن لما تصير عندك لا سمح الله أي حادث بسيط سيادك بتصلح سيادك لو تأخذ كتاب من المخبر وتروح تصلح على كيف تروح تصلح وبالطريقة هذه شو معنى يعني على المواطن البسيط عليه أمور مشددة لكن على مصانع هذا ما عليها رقابة فهذه المصانع هي اللي شجعت على السرق أمانته لو كان هناك رقابة صارمة من وزارة أنا ما قلت في وزارة الداخلية الله يعطيه معاه في رجال الداخلية شو ما يسوون وزارة الداخلية كل يوم واش كل يوم ذبح وكل يوم طقم طاق شو ما يسوون بعد وحوادث زين منهم يعني قاعد يلحقون وين دور وزارة تجارة بيتا جانب قلناها ألف مرة وزارة تجارة لازم أن تراقب هذه المصانع البلدية كذلك تشارك معهم في موضوع سكراب همغرة وغيرها وغيرها اللي نقل الآن للنعائم لجب أن تراقب هذه الأمور سكراب الخشب والحديد والأمور هذه فمتى ما كان هناك رقابة أي شخص يأتي بحديد الأمنيوم الأمور هاي تعال يأخذ بياناته ويعرف منين جايب هذه المواد والله لاقيها لا مو على كيف ما حول على طول مخفر أو على الأقل يعني أنا ماني قال والله كل رجال داخلية يخلونهم يعني مباحث في هذه المصارع لا صعبة شوي الرجال داخلية هذا دور وزارة الجارة وبالتالي الوقاية خيمة العلاج إذا بنوقف سبعمائة ألف قاعد تسرق يوميا مناهيل المياه فوهات المجارة لكرمكم أعزكم الله كل يوم قاعد تسرق والمحولات قاعد تسرق والنحاس قاعد يسرق والدولة هي اللي تخسر بلق سبعمائة ألف راحت لأنها ما رح يجدون بيودون المصنع المصنع يبيصرها من جديد وخلاص حولها نحاس ويمتصيدة ولا أنت ضد من شهر راحت ألف بمئة ضد من شهر خاسر منه فلوس الدولة أنا وأنت 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 جميع المواطنين هم الخسرانين فهذا فلوس الدولة وأنا دائما فعلا أحس المواطنين أي مواطن يا جماعة اللي يشوف لأي شخص يعني حول مناهيل المجاري أو عند محولات غير يعني من الوافدين الموجودين ومن الجلسيات المعروفة على طول اتصل على طول على الشرطة حتى لو كنت مشتبه حتى لو كنت شاك والله يا جماعة ترى أنا شاك في الموضوع في من الجلسيات الثانية واقفين اللي مثلا عند مناهيل أو واقفين عند محول أو واقفين عند رصيف معين قاعد يفكرون فيه بلق على طول احتياط حشان تجي الدورية أنت ماكش يخلتها يجون ويكون عليهم فبالتالي فعلا لما يكون كل مواطن خفير اعتقد هذا الأمر هذه أموال الدولة واموال الدولة هي أموال الشعب احنا الخسرانين كشعب إذا بنسكت عن كل السرقات قاعدت تحصل لا يجب أن نكون شيدي وبالتالي كذلك نرجع الوزارة التجارة اعتقد هي السبب الرئيس وزارة التجارة وصناعة هي المسؤولة عن هذه المصانع اللي قاعدت تشجع للأسف بعض الجنسيات على السرقات وعلى السرقات النعام إذا ما وقفته وقفة جادة في هذا الجانب اعتقد أنتم متواطئين مع مصانع اللي للأسف من المتنفذين ما يهمهم الأمور هذه اللي والله أبو سبعمائية تلف تعالى أهم شيء يجيب لي هذا سبعمائية تلف اللي شارعنا الآن اللي دولة خسارة عليه تأكدوا بتطلع لها يعني خمسين ألف بالنسبة للمصنع بيصهرها كلها ويعيد تصنيعها خمسين ألف ولا شيء بالنسبة لسبعمائية تلف هو الربحان كم أبعاف مضاعفة وبالتالي ما يمنع يقولك بالعكس خلت يجيني أنا ما ليشغل والله هذا مغافد آسيوي ولا غيره ولا غيره قاعد يجبون لي حديد ولا نحاس أنا ما ليشغل أنا أبيع أهم شيء أني يعني هذا المعدن مهم عندي وغالي هو قاعد يبيع لي برخيص وأنا قاعد يسبيد أعيد تدويره وأبيع أبعاف المضاعفة حل في وزارة التجارة اللي طبعا وزارة التجارة قصد فيها الصناعة وهي هيئة الصناعة اللي تبعا تتبع لوزارة التجارة يفسدون كلها دور قوي جدا في هذا الجانب ممكن شعو وزارة الداخلية ويفترض أن مجلس الوزراء فعلا يوجه وزارة التجارة إذا الوزير متقاعس قيادات في هيئة الصناعة متقاعسة على هذا الجانب مجلس الوزراء يتخذ قرار في هذا الجانب يعني لا يترك الأمر فقط لإذا كانوا وزراء متقاعسين ولا قيادين متقاعسين المبادرة تأتي وزيما مبادرة أتي مجلس الوزراء نفسه اللي يجب أن يتابع هذا الأخبار يوميا في اجتماعاتهم تخذ اليوم في اجتماع مجلس الوزراء في تنظر ناقش هذا الأمور تعال ليش قاعد يسرق يوميا شنو دور وزارة هيئة الصناعة شنو دوركم أنتوا في الرقاب على هذا الجانب داخلية شنو دوركم بذيئة شنو دوركم أنتوا وزارة شنو دوركم في هذا الجانب يعني الفلوس متهمهم بهذا الجانب سبعمائة ألفيني وسبعمائة ألفيني ومليون مني ومليون مني هذا شيء آخر إذا ما يهم هذا الأمر هذا شيء آخر خلنا نذهب إلى السياسة ونشوف عنوين السياسة إطلاق يد الكهرباء في بناء محطات الطاقة وإلزام السكنية تسليم 12 ألف وحدة سنويا الحكومة طالبت بتعديل القانون رقم تسعة وثلاثين لسنة الفين وعشرة واللجنة تبت فيه أول يونيوم مكافأة سنوية الموظفي النفط بين أربعمائة و ألف ومائتين وخمسين دينار إعادة الجنسية لعشرة كويتيين مكافأة الكويت الأولى خليجيين و الثاني عالمين في الطلاق إبعاد المتظاهرين المصريين الخمسة عش وعائلاتهم احتجاز ست فتيات من دور الرعاية في مغفر لكسرهن كاميرا المراقبة الهرشاني الإنقلابيون يريدون إما حكم الكويت أو تخريبها قياد سابق في الحرس الثوري إيران لا تستطيع الصمود ساعات أمام ضربات ضربة أمريكية هذه مشاهدين عنوين جريدة السياسة يعني السياسة يمكنه عالم اليوم والنهار جدامي العنوين تقريبا متشابهة النهار تقول موشر استهلاك الكهرباء خطير الوزير إبراهيم أكد ارتفاع معدلات استخدام مع دخول الصيف والوزارة تلوح بإجراءات قسرية سكن العمال الواتفة في شدادية نهاية يونيو وإبعاد 12 مصريين تظاهروا والكويت تقدمت في إلغاء الكفيل والخدمة المدنية لإقرار الكوادر والسكنية تسلمت أراضي لـ 12 ألف وحدة في المطلع تشكيل فريق عمل لمناقشة تعديلات المقترحة على قانون هيئة أسواق المال والصالح إعادة دراسة دعم تهدف لإيصاله إلى مستحقية قاطن الدوحة وصليبخات معاناتنا لا تنتهي والوعود حبر على ورق طبعا موشر استهلاك الكهرباء خطير عنوان يعني للنهار رئيسي وأعتقد أنه موجود كذلك في القبس لكن بس السؤال مشاهدي الكرام من 2007 من 2007 وإحنا كل يوم كل صيف وزارة الكهرباء تطلع علي والله ما يشير الكهرباء خطير وتتطفي عليكم الكهرباء ما يشير الكهرباء خطير ووفروا علينا الكهرباء وكذا هذا من يعني تقاعسكم من الرباد اللي عندكم أمانة لا تخطيط ولا سنع الناس يعني من أغرى دول العالم وما فيه تخطيط كل سنة والله ووفروا الكهرباء محنا موفرين كهرباء وماء يعني صراحة مفروض الماضي قد يقول محنا موفرين يعني أنك تسنع وزارتك من 2007 ما وزير الكهرباء الآن كان فيه شو اسمه وكيل مساعد أيام طوارئ 2007 وغيره موجود من 2007 اليوم من 2018 كل سنة نفس السالفة ووفروا الكهرباء محنا موفرين كهرباء حيث هذا شغلكم محنا موفرين كهرباء يعني ما صارت احنا الوحيدين للشعب الدولة في العالم اللي ذلونا في الموضوع هذا ووفروا كهرباء ووفروا كهرباء شو السالفة وين فلوسكم وين تخطيطكم مشكلة ما في تخطيط المشكلة فلوس متوفرة ما في تخطيط يعني الله يرحمه الوزير السابق حمود برقوبة رحمة الله عليه من أوائل الناس اللي يتنبع يا جماعة ترى ما في تخطيط ترى في زيادة في المشادع السكانية بس ما في تخطيط محطات كهرباء وتحليلية مياه ما في وقال يا جماعة لا حياة المنتونال تكلم تقول ما في إلى نوقع الفاس بالرأس 2007 وشكلوا لجنة الطوارئ والله العالم لحد اليوم هذا قضايا الدنيا عليها الطوارئ 2007 والفلوس اللي صرفت والتشكيك وصالت لجانة ولا زال لجانة التحقيق موجودة في هذا الجانب 2007 و 2008 قلنا والله يا الله تسنع 2009 المشكلة قاعدين يشين يدورون حول بعض بس لجانة تحقيق لجانة تحقيق بس طيب سويت الشيء طورتوا لا بلجانة تحقيق يدورون مكانك راوح يفرون على بعض 2007 و 2008 و 2009 و 10 و 12 و 13 و 14 ويمكن نوصل ل 2020 وإحنا نفس الموضوع ايو والله لحد الآن والله لحد الآن الكهرباء ما حليناه كل سنة شو السالفة انتوا قاعدين سوون بزارة الكهرباء معنا ثانين من بين السبعة ترى احنا ندري ان عندنا مشكلة بالكهرباء بسبب تخطيطكم الفاشل ما في تخطيط ما خططوا بس قيادات تاخذ فلوس على الفاضي وين إدارة التخطيط قطاع التخطيط عندكم بس خذوا فلوسوا بس الله والعالم يعني واحد يقولي والله بكرة والله مجل الوزراء ما قاعد يشيط والله العيد منك مو مجل الوزراء إذا انت قيادي ومجل الوزراء ما ينفذلك أخدم استقالتي أطلع بالرأي العام أعمل مؤتمر صحفي يقولي جماعة ترى راح يشير عندنا كذا وكذا مثل ما سوى رحمة الله عليه حمود برقوبة على الموضوع هذا الوزير السابق قال ترى راح تسير عندنا أزمة كهربائية بره ذمة الرجال قبل توفى الله سبحانه وتعالى ورحمة الله عليه ابري ذمتك اطلع إذا انت قيادي وأقول مجل الوزراء ما قاعد ينفذ أطلب منهم يعني محطات ما قاعد يسوون أما والله قاعد مستانس على بس رواتب ومهمات رسمية وفلوز ومنصب وعيلك فلان وشلتك وربعك وقاربك وبس هذا وبس وبنها تجينا بالصيف قولي والله استهلاك الكهرباء خطير ووفر علينا لا محنا موفرين هذا مرده كنت مرده أنت تحاسب وأنا فعلا طالب جميع يعني يعني القوة الحية في المجتمع الكويت فعلا يسألون القيادات في زارة الكهرباء ورفع عليهم قضايا أمانة أنا أتمنى فعلا من جميع يعني المجتمع المدني أنه يرفع قضايا على كل قيادة في الكهرباء تقاعس عن هذا التطوير ما توصل مرحلة يعني من 2007 إلى 2014 ويومين هذه سالفتنا إحنا ما عندنا غير السالب هذه يعني عيب أمانة عيب في هذا الشيء دي شنم سبع سنوات سبع سنوات كان بني ممكن عشين محطة كهرباء توليد وعشرين محطة جسمة شنو المحطة ثلاثة أربع سنوات تنتجاهز شو قاعد يسوون بس قاعدين لتصريحات وبس قاعدين لجان التحقيق وما دي يشترون المحطات هذه الكبيرة وقاعدين بالآلاف وما دي قاعد يسير وبالتالي فعلا يتدرون يكون هناك تحرك من جانب يعني القوة المجتمع المدني حوله اللي قاعد يسير في وزارة الكهرباء يعني لعبها اللي قاعد يسير أمانة إذا فعلا كل سنة كل صيف قاعد يذلونه في هذا الجانب الكهرباء خطر خطر يعني كل سنة الشعب الكويتي كل سنة قاعد يزيد عدد سكانها شو تبعونا بعد الناس ما يعني ما يجبون عيال مثلا ولا شي سووا لكم يعني ما دي شي المطلوب من الشعب الكويتي عشان يوفي الكهرباء يعني شي طبيعي كل سنة وشي طبيعي كل سنة بيزيد الكهرباء والماء شي طبيعي كل سنة بيزيد عدد طلبة الثنوية بكرة يعني هم بالصيف هذا رح تشوفون مش هدك رح تفاجعون فجأة كأن متفاجئين بأن خريجة الثنوية عددهم زايد ما تكفيهم الجامعة شي طبيعي كل سنة بيزيد 2011 بيزيد 2015 بيزيد 2016 بيزيد لكن انتو شو نسويت شو الخطة اللي عندكم يعني هذا الانسان البسيط يعلم بأنه كل سنة هناك زيادة مضطردة للسكان انتو شو نسويت ومنسل الكهرباء للماء للبيوت للدراسة في الجامعات شو نسويت هذا المهرب فعلا متوقعين خدمات الدولة روح سبيهم اليابان يعني عندهم خطط تخيل اليابان عندهم خطط خلك من اليابان ما نقال اليابان اليابان بعد يقول لك الآن لا متطوري روح ماليزيا وسينغافورا عندهم خطط 40 سنة وبعضهم عندهم خطط لمدة 50 سنة 40 و 50 سنة تخيل 40 و 50 سنة يعني شيء عجيب عندهم خطة قصيرة وخطة متوسطة وخطة طويلة احنا خمس سنوات ولا حد اليوم كان ما قدمه المجلس الأم كل يوم عادي رولة ديشتي كانت موجودة جت الصبيح ردت ثاني مرة الخطة عدلوا فيها بكرة تغير الوزير يأتي وزير ثاني يعدل فيها ومجلس المجلس كل يوم واحد كل وزير يحط وصول وبعدين ما راح نخلص يعني ماليزيا وسينغافورا شوفوا التطور اللي حاصل عندهم قطط طويلة ناس تخطط للمستقبل مو طالع جدامي بس عالبركة عايشي لخلال سنة سنتين ثلاثة أربع سنوات يا الله يا الله بعد زين طلعت لنا خطة خمسية بهذا الشكل لكن أعتقد وزارة الكارب هي اللي نايمة بالعسل الله ما عندهم خطة ولا يدرون شي السالفة لكن أهل بركة الله حافظ الديرة هذه بركة الله سبحانه وتعالى وطيبة أهل الطيبين هذا اللي الله سبحانه وتعالى ونعم بالله هو الحفظ جاي من الله سبحانه وتعالى أولى بنرد على الكارب والماء كان مضيعينها من زمان عالم اليوم عنوانها يقول نقابة البنوك صندوق الأسرة مسخ التعدال الجديد أصبته بمقتل والوزير الصالح نصب المدنيين فزاعة المدنيين فزاعة لحال نيابة وخطة رسميا شهادة وفاته القانون طي رخيص لأزمة القروض كما تتمنى الحكومة واصبح مواطن يواجه الحكومة والبنوك مجتمعين صباح الخالد الأمير حريص على تنويع مصادر الاقتصاد ديشتي غاضي العتساني ومقردون يردون بودمعة نقع الشكوى وشرب مايها الكلية ترفض تظلم العالم اليوم والوطن طبعا المحكمة رفضة تظلمهم على الإقاف لأن هذا شيء أتم القضاء أساسا معروف يعني متوقعين أن هذا الأمر مثل ما حصل في كل الصحف الأخرى المغامس لا تاون في محاكمة المتاجرين بالبشر والصالح عادة دراسة دعم لترشيدي ووصوله المستحقي الشيء أنصر في الأعمال المتازة أليا ولا حاجة للمراجعة قريبا تمنى هذا الأمر التقدم من ناشد السودان وجزر القمر رفض السياسة العنصرية بترحيل بدون إليهما وتشريعية تحويل عمليات الصندوق الكويت الترمية للشريعة الإسلامية تحقيق في زور توقيع العقد في فترة حل المجلس محاولة فرض الأمر الواقع وقانم خاطب وزير العدل لاستدعاء 14 مقاولا عن طريق النيابة هذه عنوين عالم اليوم الوطن استعجال التكميلية ومراجعة الرواتب كل ثلاث سنوات ديش تيرافي عن دعوة ضد العساني يزعمني بيشيت ورياضي يرد يرد على الرؤوس وليس تابعيهم بدميعة نقع الشكوى ويشرب مايها مرزوق الغانم لمحمد عبدالله خاطب النائب العام لمثول 14 شخصية لها صلة بمحطة تزور عقب امتناعها عن حضور التحقيق البرلمانية اليوم البد في مرسوم الدعو الانتخابات التكملية طبعا اليوم اجتماع الانتخابات التكملية للخمس مقاعد الشاقرة اللي مجلومة حمد التهديد بالحجد إذا صدر مرسوم انتخابات انقلاب عبدالله تميم نرفض تهجير البدون فنصهم يستحق الجنسية المركزي يكشف عن اصدار الجليل للدنار الكويتي اليوم الصناع والتجاري الصيني في سجل البنوك العاملة بالكويت طبعا اليوم البنك المركزي راح يعلن عن العملة الجديدة اللي راح تداول في بداية رمضان يعني عملة طوروها بحيث انه يصعب فيها تزوير عنوان اخر المحاسبة الاعلام مشاريع متعثرة وعدم التزام بخطة التنمية وين وزارات الدولة اللي اساسا ملتزم بخطة التنمية كل واحد يعمل بروحة كل واحد عمل لحكومة بروحة كل واحد كل قطاع اصلا ممس كل وزارة بروحة كل قطاع داخل وزارات عمل لحكومة بروحة كل وكيل وزارة ووكيل مساعد عمل بروحة لحكومة ولشلة ولحزب ولهتيار ويعمل بروحة او ما انا شغل بالاخرين هذا الامر معروف ابدأ ملاحظاته ومجلس الوزراء طالب الوزارة باسباب القصور لا تنسيق مسبق ولا جداول زمنية وتأخر في الدراسات بتقديم توصيات للترسيات غريب مجلس الوزراء يستغرب من هذا الامر مجلس الوزراء للأسف شديد ما انتم للأسف قلناها ألف مرة موضوع التعيينات قاعد تصير ما اختيار بالأساس اختيار الوكالة والوكالة مساعدين وهذا هو السبب المصائب هو اللي جرر المصائب على دارات الحكومية في الدولة هو اللي سبب المرغاطية هو اللي سبب يعني دمار وتراخي لدارات الحكومية هذا هو اللي حصل لكن الاصلاح عدلوا من مجلس الوزراء يجب ان يكون هناك قانون موحد ألف مرة والله قلناه لموضوع التعيينات في المرسول قد هذه اليوم قد تستخدم هذه التعيينات لترضية الحزب الفلاني والتيار الفلاني لكنها راح تنقلب عليك عكسا وهذا قاعد يحصل قاعد تنقلب عكسا على الحكومة وعلى مجلس الوزراء وعلى الادارات الحكومية هذه التعيينات وهذه الترضيات التي قاعد تصير مون المصلحة مصلحتها فترة مؤقتة أرضيت اليوم التيار الفلاني والحزب الفلاني والطاعة فلانية والقبيلة فلانية لكنها بعد 6-7 شهور ينقلب الأمر وتدمر هذه الإدارة وتصير فيها مشاكل وتصير فيها بحسب مثل ما حاصل الآن كل قطاع موجود في الدولة هو حكومة بروحها يعمل بروح لا يرد على الآخر وكل قطاع حروب ما لها أول الآخر كل واحد يحارب الآخر كل واحد يجيب ربعة ويجيب جماعته ويفتزون الناس اللي عينوا في هذا المنصب هذا هي المصيب اللي حاصلها مشاهدي الكرام وبالتالي مجهد رأي أعتقد هو مشارك في السلبية وسوء الإدارة اللي حاصل للدولة ومشارك من خلال هذه التعيينات الإبراهيم تقلقنا زيادة الاستهلاك إلى 12% ما أعتقد تقلق لو كان لديك تخطيط ولديك تطوير ولديك خطة مستقبلية ولديك هذا الأمر لو كان هذا الأمر موجود لديكم في ذات الكهرباء أعتقد ما تقلقكم لو كنتوا واثقين ولديكم التخطيط الصحيح لن يعني يقلقكم أي شيء لكن للأسف لديكم لا تخطيط ولا لديكم أي سنع ومضيعين البلد في موضوع الكهرباء والماء والأسف الشديد إذا كانت يعني الحكومة تثق فيكم إذا عندكم القلق تفكر على الله قعد بيتكم أنت قياديك وجيب قيادات أخرى لديها القدرة على الإنجاز وعلى بناء محطات لمئة سنة يعني الكويت كلها ترى أنت تتحدث عن دولة لا يتعدد عدد سكانها ثلاثة مليون ونص أنت تتكلم عن دول عربية بالملايين دول أسوية يعني شون بنتكلم عن الصين مليار وسبعمائة مليون تتكلم عن الهند مليار شون عندهم بالله كهرباء المليار هذولة لو صرتون قيادات أعتقدوا زارة الكهرباء اللي يحطون قياداتهم في الهند ولا بالصين يمكن الناس على الشموع يشغلون الكهرباء هناك عندهم هذه دول ألاف ملايين البشر ومع هذا شوف محطات الكهرباء الموجودة عندهم ما قالوا أنت ثلاث ملايين ونص مساحة يعني سبعة بالأمية من مساحة الكويت يعني حط فيها كهرباء تقول تغلقنا الله يقول الكلام هذا أمانة اللي ما هو قادر على الشغل توكل الله قد بيتهم بس مناصب وبس مهمات رسمية وفلوس ووجاها فقط لا يا اللي ما عندها القدرة تتوكل على الله عندكم الأممال متوفرة ما لكم أي حجة تابون خبراء جيب أحسن خبير في العالم ما سامحي لك الدولة وعندكم الأممال بعش تابل بس حط لي خطة ولي رحمة الله ديك حط لي خطة ومشي عليها وصير عليها بإذن لتاقر راح تصل يعني شو يكونوا مشغولين بنفسكم مشغولين في الدورة حول نفسكم مشغولين في تصفيات بينكم بين بعض ما يصير هذا الكلام أمانت يعني أمر موضوع الكهرباء أو الماء هذا فعلا شيء خطير ولا يجب أن نسكت عنا كمواطنين ولا يبجي نعطي المبرات ولا تغلقنا ما تغلقنا ووفروا عليها لا محنا موفرين عليكم عندك الفلوس ما حتطلب منك يعني لا تطلب المواطنين يوفرون عليك لا أنت ولا قياداتك في وزارة الكهرباء أما أنت أنا هذا الكلام يستفزني وزارة الكهرباء يستفزني لسبب فلوس موجودة لكن ما في تخطيط ولا في مشاريع ومشاريع مثل السلحفة على البطي الإسكان رايح ونمو سكاني كبير وهم على القطارة ما دي شنوش إش السالفة ما عنا قادرين نبني إحنا مون بس نعمل محطات من الكويت والله الأموال الموجودة لدى الحكومة ييبون المنطقة العربية كلها يسوون فيها محطات كهرباء ويخلونها إضاءة من أول إلى آخر يخلون الكويت كلها يعني شمسها ليلها شمس خلونا لو ييبون لو فيه تخطيط لكن للأسف حتى قاحس منكم وبالتالي اعتقد غير يعني مسموح لا من الوزير الكهرباء والماء ولا من قيدات الكهرباء يقولك والله تغلقنا ووفروا علينا لا ما إحنا موفرين وتغلق هذا شيء خصك المفروض إذا ما عندك القطة توكل على الله قاعد بيتكم نذهب إلى القبس ونشوف يعني التحقيق في القبس موجود نعلق عليه الاعتداء على حريات الأفراد بحجة السلطة التقديرية ممنوع حكم قضاء الاستناف يؤكد أن التقدير الإداري ليس مطلقا من كل غيد رقابتنا القضائية على عمال إدارة وجدت لضمان الحقوق والحريات تذرع الإدارة بالسلطة من دون الفصاح عن السبب يحتبر عيب وانحراف من المهمة أن تتمتع إدارة بحرية الاختيار والمرونة في العمل هذا يعني الموضوع الموجود في القبس طبعا الحكم هذا جميل جدا يقولك فيه واحدة من الحكام القضائية ضمن دولة القانون المؤمنة بالحريات يعني هذا يعني مكسب للحريات في الدولة أكدت أن السلطة تقديرية الجهة الحكومية تخضر على القابة القضاء الإدارة طبعا الآن اللي قاعد يحصل شنو لما أي مواطن يختص مثلا جهة حكومية لماذا مثلا في مواطن يمكن طالب قناة يبي يفتح قناة قالوا لا غير مسموع طيب ما سببه قالوا سلطة تقديرية لنا بدون إبدال الأسباب هذا الأمر يعني القضاء رفضها بموضوع السلطة التقديرية لمحددة ليس للإدارات والجهات الحكومية يعني لديها الصلاحية والتوسح في موضوع السلطة التقديرية هذا مكسب يعتبر للحريات حتى لا يكون هناك يعني أي تعسف في استخدام ما يسمى بسلطة التقديرية لدى الجهات حكومية ضد الأفراد وهذا أمر أعتقد مكسب للفرد والمواطن وحكم جميل جدا نذهب مشاهدين للكاركتير الشاهد ونشوف التكميلية يعني واضحة وطايرين بالتكميلية وفعلا الكل الآن يسعى لانتخابات التكميلية وأعتقد أنه بدت من الآن الاستعدادات للانتخابات التكميلية لخمس مقاعد نشوف اللي بعد الكاركتير الآخر واضحة طبعا الكاركتير هذا يشير إلى تكميلية يعني يعني هذا بيصلح لكن يبدو أنه باب النجار مخلع كما يقال والمطرقة شالت صاحب الكرسي أمانة ما أدري إشارة إلى ما أعرف شنو مخصد هذا الكاركتير لكن نشوف الكاركتير اللي بعده في موجود سياسة أعتقد فعلا هذا الأسف الشديد يعني إشارة إلى كثير من القيادات اللي واجهة لكن نشوف من تحت الطاولة قاعد يستحوذ على الأموال السحت وعلى التنفيق وعلى المناقصات وعلى الهدايا وعلى الرشاوة ليس الكل طبعا لكن هناك الأسف من تحت الطاولة قاعد تعمل ضد يعني عملها الحقيقي وتستنفع من هذه الأموال هذه مشاهدينا الكرام كانت يمكن تقريبا هي يعني يعني أنا قاعد أطالع جدام مقالة الدراسة للسنغافورية يعني في مقالة دكتور حامد الحون قاعد كاتب عن موضوع الدراسة السنغافورية يلي تنتعلم من السنغافورة ولا مليزة في موضوع الدراسات عموما هذه مشاهدة الكرام كانت هي تغريبا آخر فقرة من فقرات برنامج ديوان الصحافة وصلت معكم لختام حلقتنا لهذا اليوم آملا أن تكونوا قد استمتعتوا معنا نراكم إن شاء الله بالقدس سبحانك الله و بحمدك أشهد لا إله إلا أن تستغفرك و أتوبلك سودعكم الله و السلام عليكم و رحمة الله و بركاته موسيقى موسيقى موسيقى